التنفس الخلوي الهوائي عملية التنفس عملية التنفس من العمليات الهامة الكيميائية التي تمد الكائن الحي بالطاقة اللازمة لاستمراره على قيد الحياة وممارسة عملياته الحيوية مثل حركة العضلات وصناعة البروتين في الخلية وإرسال سيالات عصبية وغير ذلك وعملية التنفس تنقسم إلى تنفس خلوي هوائي وتنفس خلوي لا هوائي التنفس الخلوي الهوائي في الحيوان التنفس الخلوي الهوائي هو ذلك التنفس الذي يتم في وجود الأكسوجين فينتج ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة وهي جزيئات تسمى ATP وهي عملية الطاقة في الخلية يحدث التنفس الخلوي الهوائي في الحيوان في الخلية وخاصة في الميتوكوندريا التنفس في النبات يقوم النبات بعملية التنفس عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء عبر الثغور التي تنتشر على سطحه حيث يحتاج النبات الثاني أكسيد الكربون والماء في وجود ضوء الشمس لينتج غذاء أو طاقة وغاز الأكسوجين وبهذا نجد أن النبات يحتاج إلى غاز ثاني أكسيد الكربون والماء لإتمام عملية البناء الضوئي وما يحتاجه النبات هذا هو ما تنتجه خلايا الحيوان والإنسان من عملية التنفس الخلوي الهوائي